الانتخابات العراقية بنسختها الخامسة تكان أن تكون بلا منازع هي الانتخابات الأكثر أهمية والأكثر اهتماماً وهذه الانتخابات أثير حولها جدلاً كبيراً وما زال قائماً حتى هذه اللحظة منذ أن طالبت قوى تشرين والجماهير المنتفضة بضرورة إجراء انتخابات مبكرة ويسقاط الحكومة وبالتالي البرلمان ويسقاط القانون الذي كان يحكم الذي عشنا في ظلاله يعني قانون الانتخابات الذي كان مطاطاً بشكل مخيف يوم سان تليقه على ثلاثة يوم سان تليقه على تسعة يوم سان تليقه على واحد يوم الزعيم هو اللي يصعد يوم أصوات الزعيم هي اللي تاخذ الهوياها عشرين فعشنا في ظل هذا النظام فوضى عارمة تسيدت من خلاله القوى السياسية التقليدية المتشبثة بالحكم على السلطة بشكل مخيف لم تمارس دكتاتوريات مقيتة كالتي مارستها قوى السلطة من خلال قانون الانتخابات لذلك أسقط قانون الانتخابات وكذلك أسقط واحد من أركان المعبد وهو المفوضية المستقلة للانتخابات كما كانوا يسمونها قديما وجيئة بمفوضية القضاة التي أنهت الجدل الدائر وأقامت انتخابات وأعلن التتائج خلال 24 ساعة أمر كان ملفتا للنظر هذا لا يعني أن المفوضية قد نجحت بنسب مطلقة مئة بالمئة لكن نشعر أن هناك تحولا قد حصل وهذا التحول قد أفاد بعضا وقد أضر بعضا آخر لكن الصورة الآن تبدو أننا سننتقل تدريجيا خلال السنوات المقبلة باتجاه أن يكون هناك دورا مهما للكفاءات وللشعب وللمستقلين وينحسر دور القوى التقليدية في السيطرة على المشهد السياسي الذي كما قال عنه أحد السياسيون أنه زواج كاثوليكي نعم كان زواجا كاثوليكيا بين قوى السلطة وعلى السلطة اليوم ظهرت النتائج هناك قوى رئيسية قد صدمت صدمة لم تكن تتوقعها وبالذات قوى الفتح وقوى التي ينتمي إليها الحجر الشعبي والمقاومة أن نتائجها كانت لم تكن تلبي طموحاتها مما أثار لديها حيرة من أمرها ولكن ما نخاف منه هي التصريحات التي صدرت بأنها ترفض نتائج هذه الانتخابات وقد تهدد بما لا يحمد عقباه أنا لا أدري هذه القوى وبصدمتها الحالية ممكن أن تفقد السيطرة على نفسها وبالتالي هذه الخسارة المؤلمة التي حلت بها ستدفعها أن تحرق الأخضر باليابس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر